موسيقى لو تفتكروا من فترة كان كنا بنتكلم عن تفاصيل مبادرة من مؤسسة صناع الخير وتحديدا المبادرة اللي تكلمنا عنها قبل كده اسمها عنيك في عينينا اللي كانت بتستهدف طبعا قهر ضعف الإبصار والعامة في محافظات مصر وبالتحديد في الأماكن الأكثر فقرا الحقيقة صناع الخير عاملين مبادرة تانية النهاردة انطلقت من هذه المبادرة والمبادرة دي ليها علاقة بالأطفال وليها علاقة بالمدارس وليها علاقة بطرق استيعاب الأطفال في الفصول والمدارس وحالتهم الصحية وغيرها من التفاصيل اللي هنتكلم عنها النهاردة مبادرة اسمها أولادنا في عينينا هنستفيد من المبادرة ازاي؟ هنقدر مين الأطفال اللي هيستفيدوا منها لو في عندنا أي حالة نحب ان احنا نعرضها أو نتكلم نوصلها بالمؤسسة طبعا مستنية لو حضراتكم حابين ان انتوا تتواصلوا معنا منورنا للإجابة ولشرح المبادرة في الستوديو الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أماناء مؤسسة صناع الخير أهلا بك يا أستاذ مصطفى زمزم طيب خلينا نتكلم الأول عن المؤسسة بشكل عام وانتوا بتديتوا بمبادرة عينيك في عينينا ودلوقتي أولادنا في عينينا اشرح لي كده سريعا يفندم المبادرتين دول يعني نتكلم الأول وصلنا في مبادرة عينيك في عينينا الأول خلينا أشكر حضراتكم ان احنا دايما من خلال برنامجكم بنطلعكم على كل الحاملات بتاعتنا قبل ما نبدأ والحمد لله انتم نزلتوا صورتوا معنا أكثر من مرة في القوافل بتاعتنا الحقيقة بقى اللي خلينا نبدأ في الحاملات دي أو نفكر في إطلاق مبادرات يمكن بشكل كامل أو لمدة 3 سنين أو لمدة سنة كنا بدأنا من خلال صناع الخير بداية تأسيس المؤسسة كلها مجموعة من الشباب بدأنا نفكر ازاي نواكب التطور اللي بيحصل في مكافحة الأمراض اللي هي المعادية أو الأمراض اللي يمكن كمان رئيس الدولة بقى مهتم من يقضي على قواة من انتظار بتاعتها واني يكون في حاملات قومية لها بدأنا في 2017 بحملة أسماء الطمن على نفسك لمحاربة فيروسي والحقيقة لحمد لله حققت نجاح كبير جدا وكشفنا على 620 ألف مواطن كنا جسة مؤسسة يمكن شابة ونشأة بس لكنها جد يعني يمكن اللفظ بالضبط اللي قالتو الدكتورة غادة ولي في تقييم المبادرة ان الشباب لكن عندوكم رؤية في استراتيجية واضحة وفي متابعة أنا شايف انتم متابعين مع الدولة كمان المشروع يعني اي مشروع أو حملة بنعمل استراتيجية واضحة بنحدد العمر الزمن اللي نشتغل فيه مين الافراد اللي يساعدونا فتحنا دلوقت 12 مكتب في المحافظات عشان يكون لنا مقارات للفريق العمل بتاعنا لنا مقار في أسوان في الوقصر في الفيوم في الغربية في البحيرة في الشرقية لنا مكتب بيتعامل مع محافظة المنوفية والجيزة والقهيرة طبعا هنا الإدارة الرئيسية للمؤسسة لما فكرنا ان احنا ننتشر بالشكل ده ونعتمد على دعم للشركات ورجال الأعمال ويمكن كان أول حد بيساعدنا كان المسؤولة المجتمعية للخطاع الخاص ما كناش مهتمدين لسه على تبرعات الأفراد وما كناش طرحنا نفسنا للجمهور أو للشعب المصري ان في مصداقية في المشروعات المتقدم فيه ناس بتتعالج بالفعل لما عرضت المبادرة تطمنا نفسك على السيد الرئيس في مؤتمر الشباب في أسوان الحمد لله كان لنا تشجيع كبير جدا من الدولة لقينا دعم لما فكرنا لما احنا بنكشف على فيروس سيف 2017 لقينا ناس كتير جدا عندهم ضعف الإبصار وده مشكلة كبيرة لما جدنا الأرقام من المنظومات الصحر العالمية لأن احنا ما يكره بسنوان من مليون مواطن مصري بيصاب بضعف الإبصار كل سنة؟ كل سنة مش بالعامة بيصاب بضعف الإبصار اللي هو بيبدأ الإبصار لقدر الله لو ما فيش علاج لضغط العدن اللي ياسمع المياه الزرق الجوليكوما بيفقد العصب البصر تماما فبيبقى الإنسان كفيف تماما وهنا المشكلة اللي بيسموه الحرام النظر أو سرق النظر إن المياه الزرق دي بالذات لو ما فيش علاج وبيحتاج علاج ممكن مدى الحياة المياه البيضة هي غشاوة أو ضواب على العين فبيركب العربية بيسوق هو شغلته سواء أو عنده عربية في قريته بيحصل حدث وده الحوادث نسبك دي لـ 12 أو 13% من حوادث الطرق من ضعف الإبصار مش من مخدرات وده كان الفرق بقى اللي احنا بدأنا التشف تمامتاشر اتناشر في المية فالحقيقة لما بدأنا نفكر أطفالنا متسلمين من التعليم متسلمين من الضعف أو من الأنيميا أو من السكر لما فكرنا في أهلنا الكبار اللي مش قادرين يشتغلوا أو ينتجوا ويرعوا أسرهم عندهم مشكلة في عينهم زي المياه البيضة أو القرانية أو العتامة أو الشبكية أو الزفر والناس كتير بتهمل ده على فكرة مفيش حد لعنده الثقافة دي على الإطلاق حتى الأغنية حتى الأسرة اللي هي القادرة أنها تكشف لما بيحصل حاجة زي كده ممكن نقول إيه لا أنا هجيب قطرة كذا وعيني هتستقر هعمل نظارة هلبس نظارة حقيقة احنا فيه أمراض في الرمض بالذات احنا مش واخدين بالنا أنها بتسبب فيه مشاكل يعني ممكن لقدرة لو فيه ضغط أو شكر عند الإنسان بيحصل نزيف على الشبكية فبتدمر الشبكية أو بيحصل فقدان للعصر البصري بشكل يعني متتالي المتتالي الأهم بقى هنا أطلقنا حملة يعنيك في عيننا في أول ألتون سبعتاشر كشفنا الحمد للوقت على أكثر من اربعة وخمسين ألف مواطن في الثمن شهور أجراء أجرينا أكثر من خمس تلاف وخمسمائة أجراء طبي تدخل جراحي سواء صغير أو كبير شغالين في عملات زراعة القرانية بشكل أسبوعي بتعاون كمان مع اتناشر مستشفى قطاع خاص ومستشفى الرمض مع التسكاري في الجيزة بنتعاون دلوقتي نحن بنجمع كل داتابيس بتاعتنا بنعطي نسخة لوزارة ضامن نسخة لمجلس الوزراء إن الحملة الحمد لله أخذنا رعاية سيدة رئيس مجلس الوزراء عليها فلما فكرنا طب المدارس والأطفال في المدارس حمد لله إحنا انتشرت بشكل كبير جيد إسبوعيا ما يقرب من عشر تلاف مريض بنكشف عليه يعني كل جمعة عندنا عشر قرى بنستهدفها في عشر محافظات ده يمكن عدد متوسط بنشتغل عليه مستهدفين إن إحنا إن شاء الله على نهاية عام 2018 نكون خدمنا مئة ألف مواطن وهنا تبكلم على مئة ألف أسرة دخل جوة بيوتهم التوعية وعي يعني إيه العينة ما يحصل فيها مشكلة حساسية لما يكون عندك مية بيضة أو مية زرقة بشاركنا والحقيقة وكده هم بينقلوا التوعية دي للي بعدهم وينقلوها الناس ونطلب إن الأب والأم يجيبوا أولادهم يجيبوا أولادهم يكشفوا وإن بنزل القرية بقافلة كاملة بنبقى عندنا الفريق الطبي بالأجهزة بالمعدات نقلينها نوصلنا غير حاليا بوشالتين كشفنا على أكتر من تلات تلاف مواطن في حاليا بوشالتين ونقلناهم من حاليا بوشالتين كله بالمجاني يا أستاذ مصطفى كله بالمجاني كل خدماتنا بالمؤسسة المجانة ما بيش أي رسوم خالص تمام طيب خلينا نتكلم بقى شوية عن مبادرة أولادنا في عينينا أنتوا بتقولوا أنتوا بتديتوا من الفيوم مظبوط المبادرة دي أصلا حقيقة أولادنا في عينينا انطلقت يمكن من رحم عينينا في عينينا لأن احنا فكرنا طيب الأطفال في المدارس في أمراض مش العيون فقط هي اللي هتكون سبب المشكلة حقيقة اكتشفنا أكتر حاجة في المدارس عند الأطفال والناس الأهالي ما تبقى شوية دابالها هي الحاول وحاجة اسمها القرانية المخروطية والقرانية المخروطية عملية بسيطة في البداية لو اكتشفتها عند الطش وعملتها له وبيبقى في بعض الحلقات في القرانية محتاجة ترقيع أو تدخل جراحي هنا العملية تتكاليفش أكتر من 3000 جنيه لو سبنا القرانية المخروطية غط ما الطفل كبر هو يحتاج زرع قرانية هنا مشكلة كبيرة زرع القرانية ممكن ماهو ده بقى الوعي يعني دلوقتي بتفشل اما بيبقى عنده حاجة زي كده الأهالي ما تاخدش بالها صحيح بتبقى تقول لك قوتي يمكن نظره ضعيف يمكن بيتدلع يمكن عايزة يعملنا الدار لا نعمل زرع حاجة اكتشفنا حاجات كتير جدا بقى منزلنا المدارس في الفيوم بالذات اش ماذا الفيوم اللي ابتدته منها الفيوم من أقصر عفوا من أقصر القرى احتياجا في الخدمات التعليمية والتسقفية بالنسبة للأطفال كم الأطفال حتى اللي خارج المدرسة المتسرب او اللي ما بيروحش عدد كبير فبدا بنبدأ نجذبهم من خلال الحاملة ديت نبدأ نعرف أولياء الأمور والأهالي ان هما يقدروا يستفيدوا من الخدمات دي مجانا لما كشفنا الحقيقة ونصقنا مع السيد المحافظ حصل معانا كمان اكتشافات الأمراض أخرى يعني احنا كمان لما جينا ننزل نشوف موضوع الرم احنا ننزلنا مدرسة كاملة فيها أكثر من 1600 طالب بنكشف عليهم كلهم رمض اه رمض وانيميا بنعمل تحليل انيميا وسكر اه ده احنا لسه في الانيميا وسكر بالضبط تكلمني بس الأول عن الرمض انتو اكتشفته ايه يعني اكتشفنا عمليات الحاول دي عند الأطفال مش قليل هلأهالي بتهملها يا فندق؟ ما فيش حد يعرف خالص ما عارفش ان ابنه عنده حاول ازاي ما عارفش هو الولد ما بيروحش يقول للوليد الأمر ايه اللي حاسس بيه هو متخيل انه قاعد في الفصل بتاعه مش شايف او شايف غلط فهو عشان قاعد ورا مسلا قاعد بعيد فيقول له قاعد وقدين اه بدليل احنا سألنا أولئك الأمور طب انتو عارفون ان ابنكم عنده مشكلة في العين لا احنا ما نعرفش طب احنا جيلك حاجة مشكلة اخطر احنا اكتشفنا ان فيه اطفال عندهم السكر 300 من دراك المرعب يعني يجي له غيبوبة سكرية فالقدره يموت فأولئك الأمور ما يعرفوش ان ابنهم عنده سكر اساسا مين قال ان ابنه عنده سكر فاحنا كنا بنحلل التحليل ده تحليل عشوائي لا صايم ولا فاطر يعني ما احنا روحنا من مدرسة الولد لو حتى لسه واكل بناخد التحليل ده فممكن التحليل ما يكونش المقاس الرسمي خدنا الاطفال بعد الدراسة تاني يوم وروحنا لمستشفى في محافظة في ايوم نبدأ نجري تحليلات وفحوصات اخر لان احنا معنا اطباء من المستشفى بالريش هم المسؤولين عن التشخيص فبدون التشخيص ده بناخد الطلبات بتاعتهم من سواء التحليل المطلوبة ونجري تحليل بقى فاطر وصايم ونبدأ نشوف الاجراءات الرسمية او السليمة في الفحص مرض السكر نفسه عند الطفل طيب انا عايز اعرف بس الموضوع بتاع امراض العيون بتبقى نتكى يعني مثلا انتو عملتو كشفتو على كذا طفل وفي مراحل عمرية بقى مختلفة نصبوط ابتدائي واعدادي ابتدائي واعدادي طيب السنة ده بيبقى صغير جدا يعني كمان ممكن العمليات الناس بتتخدق لك عائل صغير ويعمل عملية صحيح صحيح اه غير ان حضرتك قلت ما فيش توعية فهم ما فيش اي يعني بيبقى الاهالي مش مستوعبين اوي انا دلوقتي بقنع الاهل بدا ازاي يعني انا عايزة دلوقتي الولد ده عنده مشكلة في عينه فييجي بقى يقاوح معك يقول لك لا ما عندوش خلينا اقول لك على مفاجأة حصلت لنا احنا كنا خايفين من رد الفئة الحاج بتقولي عليه لما دخلنا المدرسة ما كانش الاهل يعرفه احنا رتبنا مع مدير المدرسة ووكير وزارة تربية التعليم السيد المحافظ ان احنا استهدفنا المدارس دي لانها القرى الاقصر احتياجة الحقيقة الفقر شديد يعني عشان نكون معترفين بدا لما ننزلنا بدأ بعض الاطفال فيه بقى انت عارفة طبعا حالة من الخوف شوية ان فيه تحليل وفيه اه وفيه دكاترة بعد ساعتين اتنين لقينا تقريبا نص اولياء الامور موجودين واطفالهم عاوزين يخرجوا بيها يطفل عاوزين يخرجوا فبقاهم يجبوننا الولاد ويطلعوهم لغتل المكان اللي نكشف فيه يعني هو بقى الناس حاسة ان فيه خدمة بتقدم على اعلى مستوى مجانا مش هيدفع فيها فلوس ابنه هيستفيد فانت مش هتروح لانت هلازم تكشف على عينيك ولازم تعمل التحليل اللي بقيت الطلبة بيعملوه فده عمل لنا دفع كبيرة جدا في بقية المدرس اللي احنا هننزلها المحيط ان بقى اولياء الامور دلوقتي هم بيطلبوا ان احنا ما تيجوا المدرس بتاعت القرية بتاعتنا تكشفوا اه تكشفوا لان الخدمة اللي بتقدم هنا انت حاك واخدام معاك الادوية ادوية الحديد بنوزعها في قلب المدرسة عشان الانيمية اه طبعا وده احنا بنوزعه الحركة ان بنوزعه اول شهر ونعمل تحليل تاني بعد شهر لنفس الطلاب اللي ما ياخده الادوية شوف بعد لو اللي انا تحسن بنسيب الرشدة دي او اسم الدواء مع ولي الامر لقدر الله وفيما بعد يحليله بعد ست شهور لأ نفس المشكلة بيديله الدواء او طبيب من البلد او من الفيوم نفسها يكتبه الادوية لكن هو عرف ان ابنه عنده مشكلة لازم يخلي باله من دي ادوية العيون بناخد معنا الادوية وبنوزع برشدتات والدكتور هو اللي بيكتب الدواء المطلوب النظارات بناخدها معانا ويختار النوع اللي هو شايفه صح يعني هو الولد عجبه نظارة بلون كذا بلون مختلف بالشامبر عشان بقاش مادية لا انا عاوز كمان اديله فكرة الكرامة والانسانية دي ما نشب من عليه مش بعملك بقى حاجة ببلاش في اي كلام لا افضل جودة وهنا انا بقدم الحاجة مجانا بقى فيه تعاون من المدرسين بقى فيه تحرك من ادارة تعليمية بقى وكيل وزارة تربية التعليم واقف معاك ما فيش عقبات يعني بتقابلكم انا عاوز اقول لحركة ان احنا اول مرة تحصل لنا ان محافز يجيلك في الحملة مرتين اتنين في اليوم يعني جالك زارك الصبح وقف شاف الاجراءات كلها يعني لفة على الغرف واخر اليوم زار تاني يشوف الادوية ومكوناتها ومين وزعنا عليه بل بقى هو طلب كمان ان كل الكشفات والفحاصات اللي تمت لكل الاطفال انا عاوز نسخة منها اقدر اتابع مع الادارة التعليمية مع التأمين الصحي لو في طالب مثلا عنده مرض اخر غيرتاة امراض بتوعكم احنا كتأمين صحي او محافظة نتدخل ونعالج الاطفال طيب اتكلم على الامراض التانية استاذ مصطفى وبعدين هرجع بقى التوعية مرة تانية بس عندي كده كزا تساوي السكر والآ وحضراتكم قلتوا والانيمية والسكر طيب الاطفال طبعا آآ بيبقى برضو وعي ما فيش تغذية كويسة صحيح آآ البيئة المحيطة ساعد بتعمل لهم تلوث فبيجي لهم بعض الامراض اللي هي اللي هي علاقة بالمناعة مصبوط آآ على فكرة ده مش موجود في المجتمعات الفقيرة بس ده موجود في المجتمعات برضو اللي دخلها كبير لان ما بيبقاش في توعية خاصة بتغذية الطفل يعني بيسيبوهم يأكلوا اي حاجة مصبوط لهم يأكلوا خلاص مش مشكلة يأكل اي حاجة مصبوط فبردو الطفل بتلاقيه عنده أنيميا آآ انتوا بقى بتتعاملوا ازاي الأنيميا زي علاجها على مدى طويل والسكر كمان يا فندم والاطفال دول بيجيلوا يعني خلينا اقول لهم حاجة على حاجة احنا اتفقنا مع السيد وزير التربية والتعليم في مايو الماضي ماضينا معامل رتوكول تعاون مؤسسة صناع الخير والمصرة في المتحد ووزاق تربية والتعليم لأن البنك هو الممول للحملة حتى الآن فلما بدأت اتكلمت مع السيد وزير التربية والتعليم قلت له احنا هنتكفل احنا والشريك او الراعي الداعم ده ان احنا ندفع مصاريف علاج العيون كلها لأدوية نظارات هندفع علاج الأنيميا بالأدوية بالمتابعة بالتحاليل لكن المريض السكر احنا هنعمل التحاليل المطلوبة هنسلمه للتأمين الصحي لأنه بيحتاج علاج مدى الحياة لأنه هو بيبقى مزمن بالضبط ايوة بالضبط اللي اكتشفنا بقى اللي هنا اللي خضنا شوية ان الأنيميا في المدرسة مثلا نزلناها المرة اللي فات الاسبوع اللي فات تمانين في المية من الطلب تمانين في المية اه عندهم أنيميا فده رقم مرعب يعني كل عشر طلبة فيهم تمانين عندهم أنيميا اه يا خبار وده شيء احنا كنا متوقعين وعشان نكون صادقين لأن احنا ما سألنا الاساسة في القصر العين وبالريش قالوا ان احنا نفس النسبة عندنا في المستشفى ان الاطفال في القرى الاكثر احتياجا مش كل القرى عشان يكونوا وطحين في القرى الاكثر احتياجا دي ان الاولاء الأمور ما بياخدوش بالهم ابدا ان الطفل ده عنده نقص حديد ان الطفل ده عنده سوق تغزية مش فاهمة يعني ايه ما بياخدوش بالهم يا فندم حاكم ما تشوفي القرى دي وما مننزل احنا بقى بنشتغل طبعا مشروعاتنا الانموية تانية بنوزع بعض الخدمات الاحتياجاتهم ما تقضيش التغزية دي بتلات مرات في اليوم ما تقضيش انه يأكل اللحوم بشكل دوري فطبعا الطفل بيصب بزرط وانت بتشوف الطفل من شكله من اللون البشرة بتعرفي ان هو مصاب احنا طبعا لازم نستنى نتيجة التحليل بيباني في نفس الوقت بناخد نتيجة التحليل من غرفة التحليل نوديها لغرفة الطباء اللي هم الأساسة من أبو الريش بيبدأوا يشخصوا ويكشفوا على الطفل فيقول ده محتاج أدوية كذا واحنا محتاجين تحليل نسبة تحليل في الجسم قد ايه ونبدأ نعيد تاني نفس التحليل بعدها بشهر يعني مش هاصل بتطلع ولا تنزل لو في تحسن يبقى احنا كده ماشيين آآ مزبوط لقدر الله ساعات بيطلع نوع أنيميا مختلف تمنا اسمها أنيميا البحر قبل المتاص آآ ده مشكلات بيرة جدا ده بيقوز ده متابعة برضو ده متابعة برضو وده التقامل الصحي بتكفل به حسب اتفاقنا مع السيد وزير التربيب والتعليم طيب أنا ده الحاجات المزمنة دي يا فندم هي برضو اللي أنا عمال أفكر فيها كده وسيادتك بتتكلم أنا دلوقتي هضمن منين المتابعة الولد اللي عنده أنيميا ده ويمكن عددهم كبير حالك بتقولي دلوقتي الظروف المعيشية بتؤدي إن الولد صحيح ما قدرش يعيش في مكان مثلا هوى كذا يأكل مصبوط صحي ودي مش مشكلته خالص على فكرة مصبوط يعني مش ذنبه ده فأنا أنا إزاي هقدر أوفر كل ده هل أنتم بتقع يعني سيبك من العلاج دور الجامعات الأهلية أو دور نحن كصنع الخير في الحملة دي إن أنا أوفر الأدوية لمدة ثلاث شهور ست شهور على الأقل لنا في العام الدراسي ده نبهت الأهالي وأولياء الأمور رفعت الوعي بتاعهم الولد خلي برا حضرتك هنا إن بعد الأغزة الأدوية دي بيبدأ استعابه وقدرته التعليمية بتزيد أيوة طبعا فالأهل حسوا بشعور وفرق كبير تمام فعايز هو يحافز على ده بالضبط الإبني ما بيرجعش عايز تقول أنا مش فاهم أنا ما نشايف أنا شايف غلط في عيال برضو صغيرة تقولك أنا عندي صداع والأهل ما يمين ده ممكن يكون من العين هو مش عاية العين وهو مش عاية آه لأنه ممكن يكون الأهل يقولك لا ده طفلي يعني معقولة طفل صغير لا أنا عاوز أول حاجة إنما بعد ما لبسوا النظارات في القافل بتاعتين كفين أنا من أول السنة وإحنا شغالين اللي كان عنده صداع ما عادش بيحس بالصداع واللي كان عنده مشكلة في القرانية وعملنا زرع القرانية إحنا كنا بنلاقي أسرة واحدة فيهم أربع حالات محتاجين زرع القرانية وما يعرفوش يعني البحث اللي حضراتكم من برساتنا يعني أو من أبحاثنا في الجزئية ديت هو آآ مشكلة من ساعات بتكون من الولادة نفسها القرانية المخروطية دي للأسف الشديد منتشر قوي حلقات اللي ليه منتشر ما نعايز عرف سبابها إيه عشان نعرف بس يعني نفهم بس إيه يعني إحنا للأسف الشديد حتى المياة البيضة لما جينا ندرس عن الأسباب فإيه عاملة زي الشعر الأبيض كده محدش عارف الشعر الأبيض ده بيجي لحضرك إمتى وبسن إيه مم فهي المياة البيضة لنفس الموضوع برضو لما جينا نشوف موضوع القرانية يعني ضغط العين أو المياة الزرقة معروف شوية الأمراض الضغط والسكر بتسبب آآ عدم اتزان شوية في الرؤية أو مشكلة أو نزيف أو أولى أخ والسكر لكن بعض الأمراض الرمض حتى الآن مفيش تشخيص أو أنا كنا مش طبيب طبعا يقول ما قدرش أقول أو وافتي فيها بس أنتوا من كنت يعني من البحث من خبرة يمكن من خبرة لا لا مش قصدي كده أنا قصدي يعني من الأبحاث أو من بحث الحالات اللي حضرتك بتشوفها شفت إن مثلا القرانية المخروطية هي أكتر الأطفال العرضة لها في أماكن عن أماكن لا وصراحة المحافظات كلها ما عندناش تميز اللي يمكن المناطق الحدودية عندنهم مشكلة شوية في المياه البيضاء زي حلاب وشلاتين وشمال سيناء وجنوب سيناء مياه بيضاء أكتر نعم البيضاء أكتر تم الأطفال آه وإحنا لسه ما دخلناش بقى في الموضوع للسكر والأنيميا للأطفال لا إحنا لسه في يوم حاليا هنشتغل الترمي كل محافظة في يوم أو زي إن ننهي كل القرى اللي إحنا مستهد فينا حقيقة إحنا كنا بنتكلم على مثلا عشر تلاف طفل بنفكر إن شاء الله إحنا مكملين طول السنة بنضار على شركاء بنضار على متبرعين وبإلا بنكلم رجال أعمال والشركات والبنوك يساعدونا لأن إحنا مش هنقدر نوقف إن إحنا نتكلم نقاطف أكتر من 2 مليون جنيه إحنا بنوفرهم إحنا والشريك الرئيسي في الحمل لكن الهدف هنا إن أنا مستهدف لما شفنا الوضع على الأرض قررنا كمجلس أمنا في مؤسسة الصنع الخير إن إحنا مش هنخرج برى الإطار بتاعة حملة أولادنا في عيننا دي كل سنة يعني كنا نشتغل 3 سنين بس هنكمل باستمرار لغتما نخلص كل القرى الأقصر احتياجا في استهداف المدارس دي إن شاء الله طيب أنا تمام موضوع أمراض العين والعمليات والكشف على العيون خاصة بالأطفال وبيبقى عملية وعلاج وحضراتكم بالتابل والعلاج السؤال بقى العمال يعني يجي في ذهني دلوقتي أنا فيما يخص التغذية السليمة أي أنا هعمل إيه أنا هتبع إزاي طب ما أنا ممكن دلوقتي الولد ياخد الدواء ويبقى كويس وهو كده كده ما بيأكلش كويس يعني أو التغذية عنده يعني علشان الظروف المدلية ده كلام مهم جد أنا هعمل إيه أنا هوفره الأكل والشرب فكرنا في حالين فكرنا إن أنا مش دوري هيكون مدى الحياة أنا دوري جرز الإنذار أنا بقول لحقك خلي بالك لأن الأب اللي بيجي استيني من الدواء مش للولد أيوة أولية الأمر ما يخلي بالو إزاي فبقول لأ أنا ممكن أسلم الولد قبل ما يمشي وهو ياخده البيت لكن ده غلط إحنا قلنا هنكتب برشوتات والدواء موجود بنطلب أولاء الأمور ييجوا تاني يوم المدرسة فبنشرح معاهم إحنا معنا برشور توعية كده إن شاء الله هنوزعه في حملات الفترة اللي جاية بنقول سبب الأنيميا ده إيه التغذية السليمة تكون إزاي اكتناب الأمراض بتهتلقيون تكون بالشكل الفلاني فبنشرح الأمور دي كلها في مواد دعائية نبدأ نوعي بها الأولاء الأمور طيب هل إحنا عندنا يقين مليون في المية إن أولاء الأمور هيتابعوا الكلام ده لأ طبعا مش هيحصل من 3 تربع الناس أو مثلا هنقول 50% على أقل تأدير فبنبدأ مع السيد المحافظة ولمحافظة ووكيل وزارة تربية والتعليم والسيد المدرسين يبدأوا يوعوا الطلاب في بعض الحصص يبدأوا يوعوا أولاء الأمور اللي بيجوا المدرسة ابنك عنده مرض كذا لازم تتابع مع التأمين الصحي هنا دور التأمين الصحي بقى وإشراف الطبي على الأطفال في المدارس والتربية والتعليم لازم يكونوا شريك لنا أنا مش حادر أمي كل الأدوار إن أنا وعي ابنك في البيت هتأكله إزاي وهت يعني انا دوري ان انا اولياء الامور هتدي لهم زي محضرة مرة او اتنين على قد ما اقدر ان انا انا موجود في الطريق على فكرة مدة شهر او اتنين او تلات انا هحلل تلات مرات للطلب. ماشي انا انا ده كله تمام وانا مقدرات تماما وحضراتكم بتتعاونوا مع كل الجهات الحكومية. انا عملا اتدور على اه هقولك ايه ده وانت بتحتاج مني مسلا ان انا اشرب ابني مسلا كوبية لبن كل يوم. انا مقدرش. خلي بالحق انا هنا في فرق بقى. انا الدواء بتاع الحديد اللي انا مصرفه ده مش معناه ان انا بقولش ان هيكتني بالاكل الصحي السليم او التغذية السليم. لكن انا ببدأ ارجع الطفل لوضع معين في اه القيمة الانيميا او التركيز بتاع الحديد في الجسم بشكل يخليه استوعب ويركز. الاولاء والامور لما يكون الابن مسلا نسبة الحديد في الجسم او الانيميا عنده نسبة ضعيفة جدا. فخلي غصبا عنهم لو مش هيكل هو هيوفر لابنه التغذية السليم. ده مش يعني مش هو هو كان غايب عنه الوعي ده. بدأ نحنا ندق نقص الخطر هنا او نفكره ان في جرس انزار خلي بالك ابنك كانت نسبة الحديد في جسمه اه ستة او سبعة او بسلا ايا كان الركب. اولا الامور بدأوا يهتموا يعني انا بقولك حسينا في القرية بحالة الانتفاضة كده. لا ده احنا اولادنا في مشكلة. ده انا ابني ما كانش بيشتكب وبقى بيلبس ندارة وجاي من مدرسة الدوله المقاس وهيشتروله ندارة مش عارف كزا ده. اقول ده انت عندك عمليات حاول وبيعمل النهاردة. يعني في اطفال دخلت عمليات النهاردة. الاسبوع اللي جاي عندنا عمليات هنكملها تاني. فبالتالي انا ما ظنش ان فيه ليه امر حتى لو هو مستوى المادة ضعيف جدا. هيبعرف ان الابن هو على فكرة مكمل في المراحلة التعليمية ما خرجشي. انا اخطرتي بس مع الطفل اللي برا المدرسة. اللي تصرب من التعليم. اللي تصرب من التعليم. وده احنا نتعب جدا عما نجمعه. او نبدأ ان وصل لهم في البيوت. لكن طالما الاب والام هنا اهتموا بدخول الطفل المدرسة. فاحنا بقى عندنا ثقة كمان ان انا جيت اقدم لك خدمة هيت. وفرت عليك ثلاثة اربع الطريق. انا بقول لك ركز معاه في البيت. في ان فيه اكل ومواصفات معانا احنا كاتبين هالك. والدكتورة كاتبهالك بخط ايديها فيه الرشدات بتاعت الحملة دي. فبعد ازنك ركزه في ده. هنجي لك الشهر الجاي هنحلل. لو هو محتاج دواء شهر تاني هنديله الشهر التاني. اوكي. ففيه استمرارية في المتابعة. يعني مفيش مشكلة في موضوع الادوية. ولا هتشيل هم انك تشتري الدواء. ولا كشف. ولا تحليل. ولا تغذية داخل البيت. تاخد بالك بقى. بالزلط. تاخد بالك من الاكل وتاخد بالك من تغذية الطفل. انا الحقيقة يعني دايما بحيي حضراتكم على الاهتمام. بصحة الاطفال ونفسية الاطفال. يعني الامل بتاعنا دايما هو الاطفال الصغيرين الجيل اللي جاي مفيش حاجة في الدنيا تغلى عليه يعني ولا يعني علاج ولا تغذية ولا اي حاجة ولا حتى وسائل ترفيه. ده اللي احنا يعني حطين الامل عليهم اه الفترة اللي جاية بحييكم على هذه المبادرات. انا سمحيلي بس في في عجالة شديدة كمان الجزاعة كمان قلتها دي. احنا بدأنا نركز كمان في نفس القرى دي اللي احنا نشتغل المدارس فيها اللي هي القرى اقصر احتياجا في المحافظات اللي هنستهدفها. مم. ان مشروعاتنا التنموية هتكون في نفس القرى. هنركز في نفس الموضوع عشان نرفع من المستوى المعيش للأسر كمان. هو ده بقى. اه. عشان يبقى فيها كم. اه. بس هو المباشر. بدأنا ندفع مصروفات مدارس ليهم. يعني مثلا الطالب يبقى عليه مية وعشرين جنيه مية وثلاثين جنيه للمصروفات للمدرسة. احنا بدأنا النهاردة. ومبارح تقريبا بدأنا كمان. ناخد بيانات المدارس. الاطفال دي. اللي هم مش قادرين على دفع المصروفات الدراسية فانا اتفعلوا. وبالتالي انا شلت من عليك جزء ثالث. غير العملية والكشف والفاصات. دخل مصريف. لكن هو جزء حاجة من على الكهل. ان يكون في جمعيات شريكة تانية هتنزل نفس القرى. لازم. اه. في شراكة من الدولة انه هيتم رفع المستوى المعيشي. لان تكافل وكرامة كمان المشروع هايل جدا. هو بيخدم نفس الأسر. فبيديهم معاشات وبيديهم دعم. فبالتالي احتي بتكملي مع دور الدولة. انا منش منفصل عن الداتا بيس او قاعدة البيانات اللي الدولة بتعملها. لكن احنا كررنا كمان كسناع الخير. ان شاء الله بتبرعات المصريين والناس اللي بيساعدونا ورجال اعمال والشركات والمسؤول المجتمعية. نحنا نستهدف نفس القرى في اي مشروعات او خدمات الفترة القادمة بإذن الله. بإذن الله. ومرة تانية بحيي حضراتكم بحيي مؤسسة سناع الخير على اه يعني الاهتمام اه طبعا اه بقى الاهتمام طبعا بفكرة التكامل وفكرة التكافل الاجتماعي. وكمان ان انتم بتكملوا دور الدولة او يعني وقفين جنبا الى جنب. مش كل واحد زي ما حضرتك قلت منفصل بيكالية. ممكن انتم الاتنين تكونوا بتشتغلوا كويس بس ايه كل واحد لوحده فاحنا مش حاسين بالصدى او المردود. انما دلوقتي لا احنا حاسين. واحنا بنطالب كمان ان لو في اي حد حابب يتعاون لو سمحتم يبعت لنا او او احنا هنوصله بالاستاذ مصطفى عشان اي حد فينا يقدر يفيد. مش لازم بحاجة مادية. يعني في ناس تقول لك اه انا ممكن افيد بحاجة اه يعني. بجهد بوقت. بجهد بوقت. باي دكتور. اي حد مدرس. اي حد بيقدر يعمل حاجة بيتبرع من وقته. بساعتين ثلاثة. اللي عاوز اتواصل معنا وتطوع او يشاركنا او يتبرع او يساعد. يقدر يتواصل معنا على رقم خمستاشر مية واحد. خمستاشر مية واحد. اه مية واحد. ده رقم الخط السفن بتاع المؤسسة. احنا يمكن بيجي لنا اه دعم كبير من المواطنين المصريين. ولازم اشكر كل الناس اللي بتبرعت الفاتل احنا بنتكلم في اكتر من اتنين وستين الف مواطن بيتم استهدافهم على ثمان شهور. كلهم تبرعات المصريين. كلهم دعم اه من رجال اعمال محترمين. يعني انا يعني كل الناس اللي سامت معنا من اول يوم حضراتكم والقنوات والجهات الالمية اللي بتشارك او تواعي او تخلينا نطلع نتكلم عن الانجاز اللي بيحصل على الارض وتنزلوا الكاميراتكم وتصوروا. تمام. اه. كل الناس اللي تكفلت بكتر من خمس تلاف عملية مية بيضة ومية زرق او قرنية. طبعا. تبرعوا مجهودهم. طبعا. شكرا لكل من يساهم اه في مثل اه يعني هذه الجمعيات والمبادرات واعمال الخير. بتبجه لكم بخالص شكرا. شكرا. تحية مرة تانية استاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صنع الخير. شكرا. شكرا جزيلا. اه. استنونا بعد هذا الفاصل المشاهدين.